بعد انحسار المياه بدأ يتكشف حجم الكارثة التي تسببت بها فيضانات مدينة درنة شرقية ليبيا وبقية المناطق المتضررة وعلى الرغم من أن وزارة الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب كشفت عن دفن أكثر من ثلاثة آلاف ومئة ضحية في مدينة درنة وحدها إلا أن التقديرات تشير إلى وفاة وفقدان نحو خمسة عشر ألفاً ونزوح نحو ثلاثين ألفاً من السكان الذين كان يقدر عددهم بنحو مئة ألف قبل الكارثة فرق الإغاثة واجهت صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج إلى اليابسة أو التي تحللت تحت أنقاض المباني المدمرة كما دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة إغاثية أخرى السلطات الليبية إلى التوقف عن دفن الضحايا في مقابر جماعية مؤكدة أن هذا الدفن سيتسبب بمشكلات نفسية طويلة الأمد للعائلات وذوي الضحايا فضلاً عن المخاطر الصحية خصوصاً إذا كانت الجثث مدفونة قرب المياه الكارثة تسببت بنزوح أعداد كبيرة من سكان الأحياء المنكوبة إلى الساحل الشرقي ومدن أخرى في وقت تتصعد فيه التحذيرات من حدوث كارثة صحية وبيئية لأسيما مدينة درنع إذ يحذر خبراء البيئة من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة نتيجة تلوث مياه الشرب في المدينة دولياً وصفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغيرت هاريس ما جرى في ليبيا بالأزمة الإنسانية غير المسبوقة فيما أكد مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتين جريفث أن مدينة درن المنكوبة باتت بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة لمنع تفشي وباء الكوليرا بين من حالفهم الحظ وبقوا على قيد الحياة في أسوأ كارثة شهدتها ليبيا في العصر الحديث ترجمة نانسي قنقر